اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى عام الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين الذي ختم به خطابه إلى أهل الأرض قيما وجعل فيه قيما كبرى تنظم حياة الناس وهذه القيم الكبرى منها قيمة الأمانة وقد عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وإنه كان ولوما جهولا وهذه هي أمانة التكليف وقد فاضل الله بين الناس بالأمانة فلا إيمان لمن لا أمانة له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته كلها حتى ما قبل البعزة بالأمانة وكان قريش يلقبونه الأمين وكانوا يلقبونه المأمون وفي ذلك يقول كعب بن زهير في خطابه لأخيه بجير سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يؤتمنونه على الأموال وعلى ما لديهم من الودائع وغير ذلك وقد اشتهر بالصدق والأمانة والعفة حتى في ما قبل البعثة ثم بعثه الله سبحانه وتعالى بهذا الدين الذي من قيمه قيمة الأمانة وقد ظهرت هذه الأمانة في سيرته كلها وفي تربيته لأصحابه وفي ميراثه فيما بعد في ورثته الناقل إلى لعلمه هذه الأمانة تقتضي أن يحرص الإنسان أولا على أمانة التكليف التي بينه وبين الله ويعلم أنه مسؤول عنها وأن أمامه موعدا تبلى فيه السرائر وأنه سيوقف على الله جل جلاله ويعرض عليه ويعرضون لا تخفى منكم خافية فلابد أن يدور أمر هذا الموعد في خلد المؤمن وأن يفكر فيه وإذا دار في خلده فإنه سيحول بينه وبين كثير من الأمور وسيحرص على حفظ الأمانة وأدائها على وجهها الصحيح كذلك أمانات التكاليف ومنها الجوارح فهي أمانة لدى الإنسان أمانة البصر وأمانة السمع وأمانة اليدين والرجلين وغير ذلك من الأمانات كلها أمانات لدى الإنسان وأمانة الوقت فالوقت نفسه أمانة أمانة الكلمة فالكلمة التي يتكلم بها الإنسان أمانة لديه ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمانة وعلى ربطها بالإيمان فقال لا إيمان لمن لا أمانة له قال إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة ثم إنه يوشك أن يسرى عليها فتنزع من القلوب كجمر فيبقى أظهرها كالوقت كجمر دحرجته على رهلك فنفط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء وقد حدثنا حذيفة من اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الأمانة سيسرى عليها فتنزع من قلوب الرجال حتى يقال في بني فلان رجل أمين القبيلة كلها يكون فيها رجل واحد أمين وقد قال حذيفة والله ما كنت أبالي من داينت منكم لئن كان مؤمنا رده علي إيمانه ولئن كان ذميا رده علي ساعيه ولقد أصبحت وأمسيت ولا أبايع إلا فلانا وفلانا هذه الأمانة خلق شريف يحتاج إليه المؤمن واتصافه به مقتض منه لأن لا يغدر وأن لا يخون وأن لا يكذب وأن يحفظ ما تؤمن عليه فإن ذلك داخل في وفائه بهذه الحقوق والله تعالى يقول وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَيَقُولُوا وَأُوفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُوا وَيَقُولُوا وَأَوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَيَقُولُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ وَيَقُولُوا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا كل هذا الوفاء هو الذي يحقق هذه الأمانة وفي مقابلها صفات المنافقين التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي إخلال بهذه الأمانة ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بهرارة الصحيحين آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنهما أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومع الأسف نجد كثيرا من الناس اليوم الذين ينتسمون لهذه الأمة لا يفون بأمانات الله سبحانه وتعالى فلا يحفظون جوارحهم ولا يؤدون فرائض الله ويقعون في محرماته وأيضا لا يحفظون الأمانات الأخرى وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سهولة تحملها وصعوبة أدائها فقال من حدثك والتفت فقد ائتمنك وهذا يدل على أن الائتمان سهل جدا مجردا يحدث للإنسان ويلتبت معناه أنه يأتمنك على هذا الحديث فلا يحفظ لك أن تفشيه ويجب عليك أن تحفظه والعرب يقولون ما لدى الحاسم اللبي بمعارن فمصون وماله قد يضيع فلابد من الحفاظ على الأمانة ولابد من إشاعة هذا الخلق الكريم الشريف وهذه القيمة الكبرى من قيم الإسلام بين فراد هذه الأمة ولابد أن ندرك أن تضيع الأمانة من أشراط الساعة كما بنينا النبي صلى الله عليه وسلم في عشر بين يدي الساعة وعدد عشرا بين يدي الساعة قال منها إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وذلك بإضاعة الأمانة وقال إن إضاعة الأمانة في أن يسد الأمر إلى غير أهله وكذلك لابد أن ندرك أن هذه الأمانة الجسيمة بها تفاوت الناس فيما بينهم فأهل الوفاء والصدق محل ثقة لدى الناس وأهل الإخلاف والغدر لا يمكن أن يثق بهم ولا يمكن أن يعتمد عليهم في أي شيء ولهذا أحتيج إلى ترصيخ الأمانة بالجانب النظري وبالجانب التطبيق فلابد أن يربي الناس أولادهم وابناتهم على الأمانة وأن يربوا أهلهم عليها والله سبحانه وتعالى أشار إلى تربية الأولاد على الأمانة في المال فقال وابتلوا اليتامة هذا امتحار بأن يضع تحت أيديهم شيء من المال حتى يعرف تصرفهم به وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأمانة هذا الدين أمانة عظيمة يجب على كل إنسان أن يعلم أنه مسؤول عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيسأله هل بلعتك الرسالة ماذا بذلت في سبيل نصرة هذا الدين ماذا بذلت في سبيل تبليغ هذه الرسالة أمانة هذه الدعوة المحمدية الشريفة أمانة عظيمة نسأل عنها جميعا أمانة هذا العلم فكل من تحمل به شيئا يجب عليها أن ينصله وأن يبلغه وأن يجتهد في ذلك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه أحدا إلا الله أمانة النصح للمسلمين الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هذه كلها داخلة في نطاق هذه القيمة الكبرى التي هي قيمة الأمانة والسيرة النبوية حافلة بالقصص المتعلقة بالأمانة فمدح النبي صلى الله عليه وسلم من أفا بالأمانة كمدحه لأبي العاصم الربيع في أنه أحسن صهارته وأنه وعده فصدقه وكذلك مدحه لأبي عبيدة من جراح بأنه أمين هذه الأمة عندما أتاه أهل اليمني فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا جدا أمين وكذلك ثناؤه على عدد من أصحابه بالأمانة وأتمانه لهم على أسراره كحذيفة من اليمان وبهررة رضي الله عنهما وكذلك العكس كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الذين لا يفون بالأمانة فيبين خطر ذلك وعوام شأنه وبيان أنهم الصفات المنافقين وأن من كان كذلك فيه صفتهم وصفات النفاق لا أريد أن أستأثير بالحديث عن مشاهي أخي الكرام فالكلمة الآن لفضيلة الشيخ أبي خالد الشيخ علي بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية الكريمة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هذه الأمانة حقيقة هي أمانة قائمة على ما خص الله سبحانه وتعالى الإنسان به وإلا فالسماوات والأرض والجبال كل هذه الأشياء عبد لله سبحانه وتعالى وكل هذه الأشياء تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى فمن هنا القضية تعود إلى التكاليف المبنية على هذه الصفات الخاصة بالإنسان وهي العقل وهي ما الصفات التي انبثقت من العقل وهي العلم والإرادة والاختيار من هذه الصفات التي رب العالمين أكرم وأكرم بها على الإنسان ومن هنا هذه الأمانة حقيقة على جناحين حسب فقه المزان جناح العبودية المحضة لله سبحانه وتعالى والتي ذكرها فضيلة شيخ محمد بالتفصيل وهي بالتأكيد يدخل فيها الأقيدة والعبادات والأوامر والأمانات كل هذه تدخل ضمن العبادات المحضة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها وهناك عبادة أخرى وتكليف آخر وهو عمران الأرض وتعمير الأرض وتحقيق الحضارة وتحقيق التقدم والقوة وإلا لو حصرنا ذلك على الجانب الديني يكون موقفنا مثل موقف الملائكة أتشعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فالتسبيح والتحميد مطلوبان وهما يصنعان الإنسان الصالح لكن هناك غاية أخرى وهي غاية الاستخلاف وتحقيق الاستخلاف يتحقق بتعمير الأرض والتمكين من الأرض أي بالجانب السياسي والجانب العلمي والجانب الحضاري وكل هذه الجوانب داخل في هذه الأمانة وكلمة حقيقة جهولا يعني إنه كان ظلوما جهولا نعم الظلوم يعني هناك فرق بين الظالم بعض الفقهاء في اللغة قالوا وبين الظلوم الظلوم هو أنه قابل لأن يظلم ولكنه في نفس الوقت قابل لأن يعدل والجهول هو جاهل يعني قابل للجهل وفي نفس الوقت قابل للتعلم وهذا هو الإنسان إنسان هو وهديناه النجدين ومن هنا ولذلك جاءت الآية الثانية بعدها ليعذب الله المنافقين والمنافقات وبعدها ويتوب الله على المؤمنين والمنافقات هذه الآية حقيقة تكمل لنا وتبين لنا يعني الأهداف والمقاصد من خلق الإنسان وهو تحقيق العبودية المحظة لله سبحانه وتعالى وتحقيق الإمران والحضارة في ضوء منهج الله سبحانه وتعالى بارك الله بك شيخ الآن الكلمة للشيخ علي بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله نحن يشدني موقف النبي صلى الله عليه وسلم محاولة قتلى ونفيه كل هجرة عليه الصلاة والسلام ومع هذا إصراره العجيب أن يرد الأمنات إلى من أردوا قتله من المشركين ومن الكفار ويكلف سيدنا علي بن أبي طالب بأداة هذه الأمنات هذا موقف عظيم بمعنى الكلمة وناس يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام ولديهم أمنات عند النبي عليه الصلاة والسلام ويكون من أهدافه في أثناء الهجرة أن ترد تلك الأمنات ويكلف سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه هذا حاجة عظيمة قبل الرسول قبل الرسالة عليه الصلاة والسلام بحكم اشتهر بالصدق والأمانة لكن هي في حقيقة الأمر الأمانة من ثمار خلق من ثمار التوحيد والإيمان ومراقبة والخوف من الله سبحانه وتعالى ولهذا تجد هذه الصفة في الأنبياء واضحة المعالم فتجد مثلا سيدنا موسى عليه السلام كان هاربا من الأنظمة الدكتورية فخرج خائفا يترقب ولما وجد المرأتين وإلا لما قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت وحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبتي استأجرهم إن خير من استأجرت القوي الأمين في هذه الحالة من المطاردة وإذ بصفة القوة تخرج في شخصية سيدنا يوسف عليه السلام وصفة الأمانة تخرج في شخصية سيدنا موسى عليه السلام وتكون جاذبة لهذه الفتاة الصالحة ذات الفراسة العجيبة في سيدنا موسى عليه السلام وأيضا هذه الصفة تجدها واضحة المعالم في سيرة سيدنا يوسف عليه السلام يعني يوسف عليه السلام لما قال إنك اليوم لدينا مكين أمين يعني الملك مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فتجد سيدنا يوسف كان أمانة الأعراض وأمانة الأموال والاقتصاد حافظ عليها وهي صفة أصيلة في شخصيات الأنبياء والمصلحين الذين يسيرون على هذه الأنبياء والموسرين بارك الله الشيخ نور الدين بسم الله الرحمن الرحيم ما تفضلتم به يقرر مفهوما عاما للأمانة هذا المفهوم العام أن الأمانة في كل شيء والإشارة القرآنية في سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها هذه الإشارة هي إشارة إلى أن الأمانة هي كلمة الله سبحانه وتعالى هي القرآن هي السنة هي العدل هي عمارة الأرض هي الإسلام كله هذا المعنى أيضا يتأكد انتلاقا من لفظ الأمانة في اللغة العربية فهي لفظ معرف بأل يستغرق جميع أفراده فهي أمانة مال وأمانة عرض وأمانة دين وأمانة جيل من الأجيال وأمانة دولة وأمانة أخلاق وأمانة إنسانية الذي أريد تأكيده في هذا المستوى هو السؤال الآتي لماذا قال أمر كثير من المسلمين إلى اختصار الأمانة في صور منها وكأن الأمانة هي إداع متاع أو مال عند شخص ثم إرجاعه بعد ذلك كأن الأمانة اقتصرت على جانب المال مثلا أو المتاع فهذا ربما يكون بسبب أن أكثر استعمال الأمانة في إداع أموال أو أمتعة لكن المشكلة هنا ليس في هذه الصور وإن كانت هي جزء من الأمانة بمفهومها الواسع فالمشكلة هنا هو اختصار الأمانة في أشكال وصور وعدم إجرائها في كل ما هو مفهوم واسع لهذه الأمان فبوسعنا اليوم أن نتحدث عن أمانة التعليم وأمانة الصحة وأمانة النقل وأمانة التاريخ والطراث وأمانة العدل وأمانة المؤسسات الذي يخون الأمانة في الدولة يغش في مال أو في سياسة أو الذي يفوت حق الطلاب في المعلومة الصحيحة أو الذي يخل في الإعلام مثلا يخل بواجبه الإعلام من جهة توعية الناس ونقل الخبر الصحيح وربما يصير إلى ترذيل وإلى تشويه الصور والسمعة والمقامات والقامات هذا قد أخذ بالأمانة في جانب الإعلام بناء على هذا المفهوم الواسع لكلمة الأمانة المطلوب ونحن ندرس هذه السيرة العطرة للنبي صلى الله وسلم كما تفضلتم يا شيخنا الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حقيقة الأمانة بمفهومها الواسع وشيخ محمد وشيخ علي وشيخ علي وشيخ فاضل إن شاء الله بعد قليل أكدتم جميعا أن الأمانة النبوية بالمفهوم النبوي والقرآني إنما هي بهذا المفهوم الواسع نحن من جهتنا لابد أن نعيد الأمانة إلى السنة وبذلك أن نكون سنيين في المفهوم الواسع والمحرر لكلمة الأمانة صلى الله عليه وسلم نكون أمناء في الأرض وفي السماء إن شاء الله مارك الله الشيخ فاضل بسم الله سأتكلم عن الأمانة في العلماء وهي من أهم الأمانات الأمانة التبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الفتوى ونحن نعاني في زمننا هذا في هذه الجزئية خاصة الله سبحانه وتعالى يقول الذين يبلغون رسالة الله ويخشونهم ولا يخشون أحدا إن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء والله عز وجل أخذ الميثاق على من آتاهم الله سبحانه وتعالى العلم أن يفتوا بالفتوى النابعة من دين الله ويكون الدين كله لله حينما تكون الفتوى لله بعيدة عن الضغوط السياسية بعيدة عن الإملاءات بعيدة عن الخلفية الأرجلوجية أو الخلفية الحزبية بعيدة عن الاتصالات بعيدة عن المصالح الشخصية بعيدة عن ضغط الجمهور لأن هناك ضغط جمهور اليوم اليوم يمكن أن يضغط عليك الجمهور فتفتي بفتوى بما يطلبه المستمعون وبما يؤفق الجمهور فينحرف العالم عما أراد الله سبحانه وتعالى وعما حمله من الإيمانة وإذا لقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بينات وهدى من بعد ما بيناه للناز في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فمن أعظم الأمانة في عصرنا هي أمانة العلم أن يقوم العالم وأن يتجرد لله عز وجل وأن لا يخاف الله لوم تلائم ولذلك توبة العالم يقول بعدها وإلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا ليست توبة توبة عادية وأصلحوا وبينوا ثلاثة شروط لتوبة العالم وهو أن يصلح ما أفسد لأنه بكلمته وبفتوى وببيانه أفسد الناس وأفسد الأمة لذلك قال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فعندما ذلك يتوبوا الله سبحانه وتعالى عليهم فهذه الأمانة من أعظم الأمانات عند الله عز وجل بارك الله تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لنمحوا همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي وهذه مجالي سبح من الحي البلادي فأنصد تفوز به الهدى والرشادي تعالى لسيرات خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي لأكمل هادي ترجمة نانسي قنقر